زيارة مراجعة من أخصائية صحة عامة تظهر نتيجة قد تكون كارثية شروق تعاني من سوء تغذية حاد شروق تبلغ من العمر تسعة أشهر ووزنها ثلاثة كيلوغرامات ونصف فقط وهو وزنها لدى الولادة منذ أشهر وهي تعاني من أمراض دائمة شو وضع شروق؟ وضعان معها سهل ومراجعة وأخذتها عن مصطفظة ألولي معها سوق تغذية وشو عم بتحس؟ تحتم مغص حاد ببطنها وأخذتها عن مشفى ألولي معها بحصة بالمرارة عائلة شروق تعيش في واحد من المخيمات العشوائية للاجئين السوريين في البقاع في هذه المياه الموحلة التي تختلط بالصرف الصحي يلعب الأطفال بيئة مماثلة وأشحن غذائي يهددان بموت مئات الأطفال موتاً صامتاً بسبب سوق التغذية هلأ الحالات اللي عم نشوفها هنه سوق تغذية حاد ناتج عن الوضع الحالي فبالتالي عم نشتغل مع وزارة الصحة ومع اليونساف لحتى نفعل وزارة المراكز الصحية من خلال التدريبات ومن خلال أنه نحن نعطيهم معدت يقدروا يعرفوا إذا الطفل عنده سوق تغذية أم لا وكيفية معالجة سوق التغذية بالإضافة لتوعية للأهل في أحد هذه المراكز يخطع الأطفال بين الستة أشهر والخمس سنوات لفحوص سوق التغذية ويتلقون العلاج الغذائي عمر زكريا سنة ونصف السنة ووزنه وزن بني أربعة أشهر في تلك المقارنة قياس لحجم المأساة لدى كثير من الأطفال السوريين كارين طراباي بي بي سي قبل ياس البقاء